مجازر عديدة للعدوان الروسي في أنحاء سوريا ومعظم الضحايا في ريفي ديمشقى وحمص شهداء وجرحى بقصف للطيران الروسي على قافلة وقود بريف حلب الشمالي والثوار يعلنون مقتل ضابط إيراني بمعارك الريف الجنوبي استشهاد أربعة أطفال عقب قصف مكثف على قرى وبلدات درعة داود دغلو يقول لن نقدم اعتذارا لأحد على حماية حدودنا مجلس النواب الألماني يوافق على المشاركة في الحرب على تنظيم الدولة في سوريا السلام عليكم ورحمة الله من العناوين إلى التفاصيل في هذه النشرة الإخبارية من قناة الجسر الفضائية في بثها التجريبي بلغت جرائم العدوان الروسي مستويات غير مسبوقة من الوحشية تحول معها يوم الجمعة إلى يوم دموي استهدفت فيه الطائرات أسواق وأحياء سكنية في جميع أنحاء سوريا موقعة العديدة من الضحايا ففي ريف دمشق استشهد أربعون مدنيا وجرح العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء في مزارتين للطيران الروسي في بلدتي كفربطنة وجسرين في حين سقط ستة شهداء في مدينة دوماء إثر قصف من قوات النظام بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ وفي المقابل قتل عدد من عناصر النظام خلال اشتباكات مع الثوار على جبهة المرج وعلى صعيد آخر شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على معاقل قوات النظام وميليشيا حزب الله في القلمون ومعنا من دمشق مراسلنا قيس القاضي قيس مساء الخير مساء النور ناصر أهلا بك قيس لنبدأ من مجازر الروس في الغوطة الشرقية ما الحصيل النهائية أجل ناصر حقيقة اليوم دامي شهدتها الغوطة الشرقية بسبب هذا القصف العنيف الذي تعرضت له معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية حقيقة بلغ عدد المجزرة المرتكبة في السوق الشعبي الرئيسي في مدينة كفر بطنة الأربعين شهدان إضافة إلى جرح الكثير من النساء والأطفال جراء هذا الاستهداف طبعا أتى ذلك بالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الجمعة طبعا حقيقة نشهد حتى هذه اللحظة انتشال لعناصر الدفاع المدني للأشلاء تحت الركام طبعا حتى هذه الساعة العمل جاري على انتشال الضحايا طبعا الاستهداف أدى إلى دمار هائل في ساحة كفر بطنة الساحة الرئيسية وما يقابل أيضا قصف للمباني المحيطة بهذه الساحة طبعا شهدنا تدمير ما يقارب الخمسة مباني في معظم أحوال الأجل الناصر نعم قيس ماذا أيضا عن بقية جبهات العاصمة وريفها؟ عفوا لم أسمعك ناصر يعني قيس علمنا أن هناك قصفا على سقبة وجسرين يعني ماذا عن بقية الجبهات وحصيلة المجازر اليوم؟ نعم ناصر حقيقة المجازر لم تنتهي عند سوق كفر بطنة بل شهدنا أيضا استهداف منذ قليل أحد الأسواق الشعبية في مدينة دومة طبعا ارتفع العدد إلى ثمانية شهداء طبعا حتى هذه اللحظة إضافة إلى جرح ما يقابل العشرين شخصا من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء طبعا راجمات الصوريخ أيضا انهالت على مدينة دومة اليوم بعد استهداف الطيران الروسي للأسواق في الغطا الشرقية طبعا جميع الاستهدافات اليوم كانت القرب من الأسواق الشعبية وبالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الجمعة طبعا استهدفت اليوم ما يقارب الثلاثة جوامع في معظم الغطا الشرقية طبعا لا تزال المجازر مرتكبة أيضا شهدنا قصف من براجمات الصواريخ لمنطقة جسرين المحاذية لكفر بطنان طبعا هناك أربعة من الشرداء حتى هذه اللحظة إضافة إلى أعداد كبيرة من المصابين طبعا أيضا جلهم في صابات خطيرة طبعا حتى هذه اللحظة المشافئة الميدانية تشهد إخبالا من المصابين ناصلت الفكرة مراسلنا قيس القاضي كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك وفي حمص استشهد أحد عشر مدنيا أغلبهم أطفال ونساء في مدينة تلبيسة بالريف الشمالي بمجزرة ارتكبها الطيران الروسي كما ألقت مروحيات نظام براميل متفجرة على منطقة حوش حجو وسط قصف مدفعي لقوات نظام طال أيضا مدينة الحولة وقرية تيرمالي وفي المقابل استهدف الثوار معاقل قوات النظام في الفرقة السادسة والعشرين بالمدفعية التقيلة وحققوا إصابات مباشرة في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على جبهة الكم إلى ذلك قصف الثوار بصواريخ جراد مواقع قوات النظام في حي المهاجرين وأحياء أخرى بمدينة حمص ردا على متزرة تلبسة وفي الريف الشرقي استشهد ستة مدنيين وجرح آخرون بمتزرة أخرى ارتكبها الطيران الروسي وطيران النظام في محيط القريتين حيث تعرضت المدينة لأكثر من أربعين غارة من جهة أخرى دمر تنظيم الدولة آليات لقوات النظام في حقول شاعر ومنطقة الدوة ومحيط مدينة القريتين خلال اشتباكات عنيفة سقط خلالها قتل من الطرفين وفي سياق بارز أفادت مصادر مطلعة أن روسيا بدأت العمل على إنشاء قاعدة عسكرية داخل مطار الشعيرات في ريف حمص الجنوبي بهدف تعزيز جنودها أو وجودها وسط سوريا وأكدت المصادر وصول عشر طائرات حربية من طراز سوخوي وخمس عشرة مروحية إلى مطار الشعيرات لتضاف إلى عدد كبير من الطائرات والمروحيات التي وضعتها روسيا قبل نحو شهر في هذا المطار وينضم إلينا الناشط الإعلامي ببرس التلاوي ببرس مساء الخير مساء نور ياهلا تحية لجميع المشاهدين الكرام وتحية لك ببرس ما هي حصيلة المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي في مدينة تلبيسة يعني هل ازدادت الحصيلة؟ أحد عشر شهيد وعشرات الجرحة من سقطوا نتيجة ضارة جوية أسادية استادفت منازل المدنيين في مدينة تلبيسة الواقعة شمال ريف حمص فيما أن يبقى القصف والتصعيد هو مستمر اليوم منذ الصباح ولحد هذه اللحظة قام الثوار بيردد فعل باستداق أحياء موالا للنظام والصواريخ الاجراد نعم ببرس وهناك أيضا معلومات عن قصف الثوار للفرقة السادسة والعشرين وحيي المهاجرين أيضا ما المعلومات لديك؟ الفرقة السادسة والعشرين قريبة من منطقة تيرمعلة تم استهدافها من قبل الثوار بقاذائف الهون والصواريخ الاجراد فيما أن عاود الطيران الحربي وشنغارة جوية على القطوط الأمامية لمنطقة تيرمعلة اليوم المنطقة الشمالية لحمصة مشتعلة بالإضافة للمنطقة الشرقية فيما أن الاجتباكات على الشرس وتدور ما بين التنظيم مع قوات النظام في محيط منطقة الدول وعلى أطراف منطقة القريتين وبالإضافة لهذا أن اليوم قد شنى الطيران الروسية عشرات الغارات جوية على مدينة تدمر وعلى القريتين كذلك الأمر اليوم المنطقة الشرقية والشمالية هي مشتعلتها بالكامل والنظام السنزة في يوم أبس استطاع التنظيم من قتل بابت ورتبة عقيدة على أطراف القريتين بالإضافة إلى عشرات من عناصر الذين قد سقطوا نتيجة الاشتباكات واستيداف مواقع للنظام بالصواريخ الاجراد من قبل تنظيم الدولة نعم بي برس أيضا هل هناك هل ازدادت الحصيلة للشهداء في القريتين أيضا؟ هذا ما يؤدي التصيد العسكري والقصف مستمر واطلاق النار الذي لا يتوقف منذ الصباح حتى المساء إلى سقوط المزيد من الشهداء في صفوف المدنيين وأخص بالذكر أن من يستشهدونهم معظمون النساء والأطفال كون أن عمليات القصف وشن الغارات من قبل الأدوان الروسي والأسدي باستهدف شكداء المخابز والمستوصفات وكذلك الأمر منازل المدنيين وأي مكان التجمع بالداخل والمدنيين كل هذا هو مستهدف من قبل الأدوان الروسي والأسدي طلب النمرات الخارج عن سيطرتهم الناشط الإعلامي ببرس التلاوي كنت معنا من حمص شكرا جزيلا لك استشهد ثلاثة مدنيين وجرح آخرون بغارة للطيران الروسي على الطريق الواصل بين بلدتي أحرص وكفر ناصح بريف حلب كما طالت غارات مماثلة بلدات دير جمال وكشتعار وتنب وعزاز وأحرص والزيارة بالريف الشمالي وقرى خلصة والكسيبة والبوابية ورسم الصهريج في الريف الجنوبي من ناحية ثانية استعاد الثوار السيطرة على قرية براغيدا بالقرب من الحدود السورية التركية بعد معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة كما أحبطوا محاولة تسلل للتنظيم على مدينة مارع فجر التنظيم خلالها سيارة ملغمة بمحيط المنطقة وتمكنوا من تدمير جرافة لقوات النظام على جبهة تل البنجيرة بالريف الجنوبي بعد استهدافها بصاروخ تاو هذا وأعلن الثوار أيضا مقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني في معارك الريف الجنوبي من جهة أخرى تم الاتفاق على هدنة بين الثوار والميليشيا الكردية بالريف الشمالي تقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات الكردية والثوار من قريتي مريمين وأناب كشرط مبدئي لتبدأ بعدها مرحلة التفاوض والإفراج عن الأسرة وجثث المفقودين وعمعنا من حلب مراسلنا الميداني أبو اليزيد أبو اليزيد مساء الخير حياك الله أبو اليزيد لو وضعتنا بصورة القصف الروسي على طريق أحرس كفرناصح هل تزداد حصيلة الشهداء هناك؟ نعم استشهد ثلاثة أشخاص وجرح عشر أخرون واحترقت ستة تيارات تابعة للمدنيين خلال غارات روسية استثبت طريق كفرناصح مسقان في ريف حب الجنوبي طبعا استشهد أيضا شاب وجرح أخرون خلال غارات طيران الروسي على طريق الواصل بين بلتي أحرس وحرب في الريف الشمالي واستغرات مكثفة على بلدة أحرس ومحيط دير جمال وحربة طبعا معارك مستمرة بين الثوار وتنظيم الدولة بعد سيطرت الثوار من جديد على قرية براغدة المعارك الآن متركزة على أطراف قرية الكفرة التي سيطرت عليها تنظيم الدولة قبل يومين طبعا جرى أيضا اتفاق بين فصائل الثوار في حلب ووحدات الحماية الكردية يقضي بوقت إطلاق النهار بدأ سريانه منذ الساعة ثامنة متى أمس يقضي الاتفاق بانسحاب الطرفين إلى خارج مناطق الاجتباكات وانسحاب الميليشيات الكردية من قرية مريمين وماناب الشرطة الدائية تبدأ بعدها مرحلة التفاوض يتم خلالها الاجتباكات المفقودة طبعا حي الشيخ مقصود غير مشمول في الهدنة لذلك أصدرت قيادة عامة للواء أحرار سوريا بيانا حدثت خلاله استمرار عملياية حي الشيخ مقصودة ضد وحدات الحماية الكردية في حي الشيخ مقصود يعني أبو اليزيد هل هناك فرق بين ميليشيات الحماية الكردية في الشحي الشيخ مقصود وفي هذه المناطق التي وقعت الهدنة يعني أليسهم تحت قيادة واحدة نعم ولكن الاتفاق جرى ضمن المناطق الحدودية التي تقارج مدينة حلب نعم أبو اليزيد التفتنازي مرسلنا من حلب شكرا جزيلا لك ضربات موجعة يتلقاها النظام السوري وميليشياته وجثة قتلاهم تملأ ساحات المعارك فيعمدوا كلاهما إلى الإعلام بتقديم الرموز والقيادات العسكرية كجرعات دعم معنوي لجنوده بين حضورهم وغيابهم ولعل قاسم سليماني أبرز تلك الشخصيات التي صنعها الإعلام مزيد في سياق هذا التقرير قاسم سليماني مهندس التمدد الطائفي الإيراني خارجيا هو المنقذ من هزائم حلفاء طهران أينما حلت بهم يتصدر الرجل المشهد عسكريا بعد تهاوي جيش الأسد أمام ضربات الثوار ويصبح وفيلقه الأكثر دموية في محور الشر الطائفي إلى جانب حزب الله وروسيا القيصرية بحلتها الجديدة فيغيب المنقذ تارة ويظهر بعدها بقوة في مكان آخر ثم يغيب فيظهر محاولا ضحض آخر الإشاعات التي أكدت مقتله على يد الثوار في معارك حلب الأخيرة تتهاوى إيران في سوريا تحت ضربات الثوار وتصبح الحاجة أكثر لتغييب الرأي العام الإيراني عن خسائره الكبيرة بشريا نهيك عن خسارتها لقيادات فاعلة في معارك ريف حلب التي كان آخرها العميد عبد الرضا مجيري يشكل الدونكيشوت سليماني في حضوره بين جنوده مصدر إلهام وعزيمة فكانت أنباء إصابته أو مقتله تثير القلق بين أنصار المشروع الإيراني في المنطقة لأن الرجل صار إعلاميا بيضة القبان في أي حلول له بينما يشكل هذا الخبر مصدر استبشار للمعارضة الإيرانية التي استثمرت ذلك للعزف على وتر الخيبات العسكرية إلى جانب الأسد ثم تعود مواقع إعلامية تابعة لإيران لتبشر ببقاء الرجل حيا زاعمة أن الدونكيشوت الإيراني بأفضل صحة في ظل ضغط إعلامي وخسائر كبيرة لعصاباتهم الطائفية في ريف حلب الجنوبي مشهد متشح بالخسائر يعوض عنه بانتصارات إعلامية وصناعة السوبرمان الذي لا يهزم فيما الحقيقة الثابتة لدى الثوار أنه لا رتب قيادية إيرانية ستفلت من أيديهم وستكون سوريا مقبرة الغزاة مشاهدين فاصل ونتابع بعده قصف للنظام بصواريخ أرض أرض على أنخل وسملين بريف درعا ثلاثة شهداء بقصف للطيران الروسي قرب بلدة هنيدى بريف الرقة السوريون أدركوا أن ثمن الحردية لن يكون سهلا يعني أنا صح ابتلائي بس بلائي صغير فقدموا في سبيلها الشهداء والأسرى والجرحى توابوني بإيدي طلقة متفجرة جرح الثورة السورية لا ينبغي أن نتركهم وحيدين فجراحهم تصيح بنا كل حين وتزداد معاناتهم في غيمة التجاهل والنسيان ضيوفنا ثوار وأطفال ومدنيون الحمد لله رب العالمين إن شاء الله حشيما بزيدنا العزيم وأصرار لتحريرها الملد نستمع إلى حديث جراحهم وتضحياتهم فقد نرسم بسمة تمسح بعض آلامهم بسمة ألم أهلا بكم استشهد أربعة أطفال وجرح العشرات إترى قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة الحرى بريف درعة كما تعرضت مدينة إنخل وبلدة سملين لقصف بصواريخ أرض أرض من قبل قوات النظام من جهته أغارت طيران الروسي على مدن وبلدات بصر الحرير والشيخ مسكين والشيخ سعد وطفس والحراك والصورة وإنخل وسملين واللجاة وزمرين وتلي الجابية والجموع في ريف درعة يأتي ذلك القصف الروسي المكثف عقب استهداف الثوار معاقل النظام في قرية جدية والفرقة التاسعة واللواء الخامس عشر وتكبيد النظام والميليشيات الموالية له خسائر فادحة على عدة جبهات وفي القنيترة استهدف الثوار بقذائف الهوى نقاطة مركز قوات النظام على تلي الشعار والبزاق العسكريين في ريف القنيترة ومعنا من درعة الناشط الإعلامي محمد المذيب محمد مساء الخير محمد هل تسمعوني محمد المذيب هل تسمعوني نعم نعم أسمعك نعم تحية لك محمد اليوم تشهد أرياف درعة قصفا مكثفا من الطيران الروسي لوضعتنا بصورة الوضع الميداني في تلك الأرياف نعم ناصر بالنسبة للطيران الروسي اليوم استهدف معظم قرى ومدن درعة المحررة فقد استهدف الشيخ مسكين والشيخ سعد وطفس أيضا تل الجابية وتل الجموع كل هذه المناطق في الريف الغربي كذلك استهدف الأحراك والصورة واللجاوة بصر الحرير في الريف الشرقي أما في الريف الشمالي وأماكن المعارك استهدف أنخل وسملين مما تسبب بوقوع عدد من الأطفال في مدينة أنخل جرحة أيضا مدفعيات النظام قصفت أنخل والحارة والطريق الواصل بين بلدتي زمرين وسملين أيضا أطرق الواصلة ما بين جاسم وأنخل بالمدفعية الثقيلة طبعا تسبب القصف بالمدفعية الثقيلة بوقوع أربع شهداء من مدينة الحارة وعدد من الجرحة معظم الشهداء والجرحة هم من عائلة واحدة نعم محمد وماذا عن المعارك أيضا قرب جدية والفرقة التاسعة واللواء الخامس عشر طبعا هذه المعارك أطلقت صباح أمس تحت مسمى تحرير بلد الجدية تهدفت لتحرير بلد الجدية والحواجز المنتشرة حولها إلى هذه اللحظة طبعا في ساعات الليل والمساء تخف وطيرة الاشتباكات لكن اليوم وصباح اليوم إلى عصيرة هذا اليوم كانت الاشتباكات في أعلى وطيرتها لا يزال الجيش الحرية دوك مواقع شبيحة النظام في الجدية وكتيبتها براجمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة شهدت مساء أمس سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الإصابات وتنقل الجرحة إلى مشفى الصنمين الوطني نعم الناشط الأعلامي محمد المذيب كنت معنا من درعا شكرا جزيلا لك إلى الرقة استشهد ثلاثة مدنيين قرب بلدة هنيدة بريف الرقة إثر استهداف سيارتهم من قبل الطيران الروسي وفي الريف الشمالي انفجرت دراجة ملغمة على المدخل الشرقي لمدينة سلوك كما دلعت اشتباكات بين تنظيم الدولة والميليشيا الكردية في قرية مغراب غرب بلدة عين عيسى استشهد مدني في قرية الناجية وسقط جرحا في مدينة سراقب بريف إدلب جراء غارات للطيران الروسي كما تعرضت قريتا معرض حرم والشيخ مصطفى وبلدة إحسم لغارات مماثلة في حين استهدفت الغارات الروسية الفرن الآلية في مدينة كفرنبل ما أدى إلى خروجه عن الخدمة لم يبقى مكان في سوريا بمنأ عن عدوان النظام وحليفه الروسي سنوات من العذاب الذي ذاقه نازحوت داخل السوري جعلت كل الخيارات محتملة بحثا عن سقف يؤوي ويحمي الهاربين من حمم الحقد والطغيام والمزيد في سياق هذا التقرير أنا بدي أحكي بكل اسم قفل نازح اللي شرد من ضيعته اللي بحياته ما عرف أش معنات الصلقة وأش معنات الصاروخ اللي تهدمت بيوته وتشرت ليس لهم منبر أو فنادق تستقبلهم برائحة الورود والبيلسانة لذلك تخيرها هؤلاء الصبية ناطقا باسمهم لأنها تكبرهم بقليل لتشرح جزءا من معاناة النزوح والفقد والخذلان التي صارت عنوانا للثورة السورية طبعا هذه المدرسة ضمن أحد الكهوف في ريف إدلب الجنوبي سبعون فتى وفتاة وازدادوا معلما ومعلمة أوى الجميع إلى كهف في ريف إدلب بعد أن ضاق عليهم ظهر الوسيعة بسبب قصف طيران النظام والطيران الروسية ليكون بطن الأرض أرحم من ظهرها هذا عشان ما نحن من التعليم كون عدم وجوز في أي مدرسة بضم الطلاب الناس حين هون أو بالقرى المجاورة ومشان ما ينحرم الطلاب من حق التعليم لكل أي طالب لو حتى للأعمار شيء من القراءة والكتابة هو صور من القرآن الكريم تجعل لسان هؤلاء الفارين من الجحيم مستقيما منطلقا ليعبر عن مأساة جلبتهم إلى هذا الكهف ولتكون هذه الكاميرا شاهدا عليهم وناقلا لمعاناتهم فهم حقيقة لا يماري فيها أحد ووجودهم يقين ليس رجما بالغيب هناك في سوريا بلد الحرائق التي افتعلها بشار الأسد وبارك المجتمع الدولي فعلته تمتد أرض تحت أرض جزء يضم شهداء وقفوا في وجه طاغية الشام وجزء تسرب إلى هذه الكهوف خائفا من القصف ليبني نفسه ثم ينبجس من تحت صخور الكهوف لاعنا البعثة وبشارة والمتآمرين على الثورة بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذالي وقتم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى ريف اللاذقية قتل الثوار عددا من قوات نظام في محيط قرية عرافيت في جبل الأكراد بريف اللاذقية عقب اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين في حين استهدف الثوار بالمدفعية الثقيلة معاقل قوات نظام في محيط كفردلب تزامنا مع غرات لسلاح الجو الروسي على قرى جبلي الأكراد وفي ريف حما شن الطيران الروسي غارات على قرية جسر بيت الراس وأحياء مدينة مورك وقرية الاطمين ومحيط بلدة كفرنبودة في حين قصفت قوات نظام مدينة اللطامن بالمدفعية الثقيلة من الحواجز القريبة من المنطقة حصدنا مستمر وفيه بعد الفاصل خوجا يؤكد القصف الروسي تركز على مواقع الجيش الحر الجيش اللبناني يقصف جرود قارة ورأس بعلبك اشتركوا في القناة 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 مع تداخل الشق العسكري والسياسي والامني فيها مشيرا الى ان الخريطة السياسية لهذه العملية كانت واسعة جدا يمكن القيام بعملية اشتركوا في القناة من جانبه ورأس موافقة 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 م إعادة التزويد بالوقود ونشر نحو 1200 جندي إلى ذلك أفاد وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرس أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت طلبا رسميا لهم من أجل المشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا وقال كويندرس في حديث له بالبرلمان الهولندي إن الحكومة ستتخذ قرارا مستقلا بهذا الخصوص دون أن يحدد موعد صدور هذا القرار يذكر أن هولندا تشارك في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق فقط وذلك منذ عام تقريبا كما تشرف هولندا على تدريب قوات البشمرقة شمال العراق وتمدهم بالأسلحة اللازمة حصل رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون على ما أراد أخيرا بعد أن أجاز البرلمان التدخل في سوريا لضرب تنظيم الدولة لكن الوقائع تؤكد أن انضمام دولة جديدة إلى قائمة من يحاربون التنظيم لن يزيد سوريا إلا دمارا ليبقى المدنيون هم الخاسر الأكبر في هذه اللعبة الدولية مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير بينما كان مجلس العموم البريطاني يصوت على شن ضربات ضد تنظيم الدولة في سوريا كانت المقاتلات البريطانية تقف على أهبة الاستعداد في قاعدة أكروتيري القبرصية ساعات قليلة بين التصويت والتنفيذ بدت معها جلسة البرلمان أشبه بمسرحية بعد أن أعد رئيس الحكومة ديفيد كاميرون السيناريو وأحكم بناءه خوفا من فشله بالحصول على التوافق المطلوب سيناريو لم تنفع معه أصوات معارضة حاولت منع الانزلاق في بحر الدماء السوري ليبقى لعضو البرلمان السير جيرلاد كوفمان شرف تسجيل موقف إنساني للتاريخ حين رفض تأييد تحرك الحكومة بالقول لن أكون مؤيدا لقتل المدنيين الأبرياء خطوة لم يكن ليقوم بها كاميرون لولا أنه تجاوز العقبة الأخيرة المتمثلة بالزعيم الجديد لحزب العمال جيريمي كوربون الذي أعطى لنواب حزبه حرية التصويت وهو ما أفسح المجال أمام المزيد من التأييد للضربات في البرلمان لكن وإن سلمنا أن كاميرون لم ينظم التصويت إلا بعد أن ضمن الحصول على غالبية تؤيد مثل هذا التدخل فهل كانت بضع ساعات كافية لإتمام الاستعدادات اللوجستية والتنسيق وتبادل المعلومات خصوصا وأن السماء السورية باتت مزدحمة بمن هب ودب من طائرات لدول العالم لا شك أن التلويح كاميرون بإمكانية تحول لندن إلى باريس أخرى كان له كبير الأثر في الحصول على ما يريد فعلى ما يبدو أن أحداث فرنسا ستبقى إلى حين قميص عثمان الدول للانخراط في حروب استباقية ضد تنظيم الدولة وبذريعة حماية أمنها القومية فصل ونتابع بعدها أوباما يقول سنضيق الخناق على تنظيم الدولة ولن نكرر تجربة فزو العراق داود أغنو يؤكد لن نقدم اعتذارا لأحد على حماية حدودنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا بكم في نشرة الأخبار المفصلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية أمس إن بلاده لن تشريع في غزو في العراق أو سوريا على غرار غزو العراق الذي قاده سلفه جورج بوش وأضف إنه سيتم تضييق الخناق على تنظيم الدولة وتدميره في النهاية وهذا يتطلب توفير مكونا عسكريا لفعل ذلك بدوره دعا وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى نشر قوات برية لمحاربة تنظيم الدولة وقال كيري خلال اجتماع في بليغراد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الضربات الجوية لن تكفي لهزيمة تنظيم الدولة واقترح نشر قوات عربية وسورية لتحقيق هذا الهدف وأضاف كيري إذا تمكننا من تنفيذ عملية انتقال سياسي سيكون في الإمكان جمع الدول والكيانات معا موضحا أن الجميع سيتوجهون لمحاربة تنظيم الدولة حينها وتوقع نصرا سريعا في تلك الحالة بدورها حذرت المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن دعمه للنظام السوري قد يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استئصال تنظيم الدولة وقالت كلينتون إنه إذا عمل بوتين مع الولايات المتحدة فسيكون عاملا إضافيا ولكن إذا كان على خلاف معها فإن الأمر قد يزيد من تعقيد جهود محاربة التنظيم وكان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أعلن الثلاثاء أنه سيتم نشر قوات أمريكية خاصة في العراق تتكون من نحو مائة مائة عنصر لمساعدة القوات العراقية والبشمرقة في الحرب ضد تنظيم الدولة كما ستقوم بمدهمة لمراكز التنظيم في سوريا قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو إنه لا ينبغي أن ينتظر أحد من تركيا تقديم اعتذار عن إسقاط الطائرة الروسية وأضاف في كلمة له في العاصمة الأذرية باكو نحن لن نقدم اعتذارا لأحد على حماية حدودنا ونقدم الحساب فقط أمام شعبنا العزيز الذي منحنا المشروعية في الانتخابات وأشار داود أغلو إلى أن أنقرة استخدمت حقها المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة طائرة مجهولة الهوية انتهكت مجالها الجوي وأضاف طبقنا قواعد الاشتباك المعروفة من قبل الجميع ولا يمكن لأحد أن ينقي باللوم علينا لفعل ذلك وخاطب داود أغلو الرئيس الروسي وجميع المسؤولين الروس داعيا إياهم للتحدث وجها لوجه وعدم اللجوء إلى استخدام حملات إعلامية تذكر بحقبة الحرب الباردة وعدم الترويج لمزاعم أن تركيا تدعم تنظيم الدولة وتساءل إذا كانت هذه المزاعم صحيحة فلماذا لم تطرح قبل خمسة عشر يوما من الآن ولفت أغلو إلى أنه لا توجد مشكلة بين الشعبين التركي والروسي الذين قاما معا بتشكيل تاريخ أوروبا وآسيا يستمر الجانب الروسي بعنجهيته بعد إسقاط طائرته الحربية بنيران تركية وفي إحدى محاولاته لاستعادة ماء الوجه يعلن إيقاف العمل بمشروع السيل التركي لنقل الغاز بيد أن تركيا التي تحاول وضع حد للتصعيد الروسي تمتلك العديد من البدائل البعيدة عن الروس مزيد في سياق هذا التقرير عقوبات اقتصادية روسية بعد سقوط الطائرات في الشمال السوري ضد تركيا مصورة نفسها وكأنها الدب الأكبر الذي لا يمكن للغير تفاديه حيث صادقت الحكومة الروسية على حزمة من العقوبات شملت المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والخام التركية فيما أعلن أليكس ميلر رئيس شركة الطاقة الروسية غاز بريم توقف المباحثات مع عنقرة حول مشروع السيل التركي لنقل الغاز معللا ذلك بعدم تلقي روسيا أي طلب من تركيا بشأن مواصلة المباحثات إلا أن القرارات لم تشمل بعد قطع الغاز الروسي على تركيا والتي تعتبر ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي تركيا من جهتها وضعت عبر نائب رئيس وزرائها خطة للرد على العقوبات الاقتصادية الروسية بعقوبات مماثلة في حال استمر التصعيد الروسي فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي وإيجاد بدائل أخرى عباءة عربية ارتداها أردوغان خلال زيارته للدوحة تنبئ كل متسائل عن هذه البدائل حيث تعتبر قطر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا في مختلف القضايا أوكرانيا التي تشاطر تركيا الموقف الرافض للعدوان الروسي على جزيرة القرم تتعهد بسد فجوات محتملة في سوق المواد الغذائية التركية بعد الغارات الروسية الأخيرة فيما يبقى بيد أنقرة أوراق قوة عديدة يمكنها استخدامها للضغط على روسيا أهمها الممرات المائية الدولية ليبدو الصراع حال استمرار التصعيد الروسي أشبهه بلعبة عض الأصابع من يصرخ أولا يكون الخاسر اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك احتجاز اللاجئين الذين يصلون أوروبا لمدة تصل إلى 18 شهرا لعرضهم للتدقيق لدواع أمنية ولتفادي مخاطر الإرهاب وقال تاسك في حديث للصحفيين في بروكسل كثيرا ما يقال إننا يجب أن نفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين لكنهم لا يشكلون أكثر من 30% أما باقي 70% من موجة اللاجئين فهم مهاجرون اقتصاديون لهذا السبب نحن بحاجة إلى ضوابط أكثر فاعلية على حد قوله واعتبر تاسك أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد طعنه جنديا إسرائيليا قرب قرية عابود غرب رامالله بينما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عند مدخل بلدة بيت آمر شمال مدينة الخليل عقب مسيرة جماهيرية طالبت باسترداد جثامين الشهداء لدى الاحتلال إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ووفقا لغرفة إعلام الهلال الأحمر أصيب أربعة وخمسون فلسطينيين في مواجهات وقعت في بلدة أبوديس ومنطقة المصرارة بمدينة القدس وفي سياق متصل أصيب الفلسطينيين أصيب فلسطينيين بقصف مدفعي للاحتلال استهدف أرضا زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفي سياق بارز ردت محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال في القدس التماسا لسبعة أسرى فلسطينيين من محرري صفقة الجندي الصيوني شاليط أو من محرري صفقة الجندي الصيوني شاليط وأيدت القرار بإعادة الأحكام المؤبدة الصادرة بحقهم وكان جيش الاحتلال اعتقل مجموعة من محرري صفقة التبادل يعيد عملية قتل ثلاثة مستوطنين في الخليل العام الماضي تشاهدون بعد الفاصل مصرع ستة عشر شخصا في هجوم على ملها ليلي بالقاهرة القوات العراقية تستعيد السيطرة على منطقتين في الرمادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد لقي ستة عشر شخصا مصرعهم صباح اليوم في هجوم بعبوات حارقة استهدفت ملها ليليا بمنطقة العجوزة غرب القاهرة وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الفحص المبدئي للأجهزة الأمنية أشار إلى وجود خلافات بين العاملين بالملها وآخرين قاموا على إثرها بإلقاء زجاجات مولتوف صوب باب الملها بدافع الانتقام وفي سياق أبرز قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنها رصدت مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص نتيجة التعذيب في أقسام الشرطة المصرية ومثول أربعمائة وخمسة وعشرين مدنيا أمام القضاء العسكري خلال شهر تشرين الثاني الماضي وأضافت أن الفعاليات الاحتجاجية للقوى السياسية المختلفة وصلت إلى الثمان وثمانين أغلبها لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي حيث تعرضت ست وثلاثون فعالية منها للاعتداء الأمني هذا ورصدت الشبكة إصدار القضاء المصري أربعة أحكام بالإعدام ضد أحد عشر مواطنا أمام محاكمات عسكرية يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة الانتقادات الحقوقية والإعلامية محليا ودوليا بشأن تزايد حالات الموت تحت التعذيب في سجون مصر فشل ذريع أثبته حكم الانقلاب على كل الأصعدة حتى غرقت مصر بأزمات عديدة لتأتي محاولة الانقلابيين لردم الهوة بينهم وبين الشعب المصري بإعادة النظر بأحكام سياسية سابقة مزيد في سياق هذا التقرير 2014 عام المحاكم الاستثنائية التي أفرزت منصاتها القضائية ما يزيد على 1400 حكم إعدام يراها المراقبون سياسية بامتياز بعد انقلاب دموي راح ضحيته الآلاف من المدنيين في مذبحة رابعة والنهضة فيأتي قرار محكمة النقض بإسقاط أحكام الإعدام السابقة بحق قيادات الإخوان وإحالة ملفاتهم إلى محكمة الجيزة من جديد لإعادة المحاكمة في ضل مناخ داخلي مشحون ومتوتر وإثقار متعمد للصعيد وتوتر أمني في سيناء المغيبة ومشاريع وهمية تدر على أرباب السلطة الملايين أريد منها أن تداعب خيال المصري البسيط الذي يعيش شظف الحياة ولا تنهي معاناته السكنية في المقابر أو ترفع مستوى معيشته إلى ما يقارب خط الفقر هي مصر الغارقة بعد فيضان مياه الصرف أصبحت تشتم جلاديها الإنقلابيين فأين المستقبل الزاهر الذي وعدت باريس وأين الأمن والأمان وسط إخفاقات أمنية متوالية ناهيك عن التخبط الإعلامي والسقوط في المحتوى والأسلوب الذي تتناوله احتقان متزايد ناجم عن فشل سياسي أضاع البلاد والعباد في ظل منظومة القمع والاعتقال والفساد والإخفاق الاقتصادي والأمني ناهيك عن السياسي منها بلاد النيل في محافظاتها الخمسين تبدو أقرب إلى أيام الثورة منذ خمس سنوات فهل يناير يعيد نفسه أم أن السيسي وجهازه الأمني متيقض يعد أنفاس الأحرار المصريين فيستبقوا احتقانهم بمسرحيات القضاء الهزلية من جديد بعد خروب من المواجهة انتقد برلمانيون وناشطون في الأردن قرار الحكومة الذي اتخذته برفع أسعار الغاز ورسوم ترخيص المركبات ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات لاذعة للحكومة وصلت إلى حد المطالبة برحيلها وتشكيل قوة ضاغطة في البرلمان تجبرها على التراجع عن القرار أو حجب الثقة عنها وفي السياق قالت عضوة اللجنة المالية في البرلمان ردين العطي لوكالة الأناظول إن إصرار الحكومة على قراراتها سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها معتبرة أن قرار الحكومة الأخير يعد استهتارا بوعي الرأي العام الأردني إلى ذلك وجه النائب الثاني لرئيس البرلمان خميس عطي رسالة إلى رئيس الحكومة عبداللنسور طالبه فيها بالتراجع عن القرار تماشيا مع ظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبمجب الدستور الأردني فإن الحكومة لا ترحل إلا إن قدم رئيسها استقالته أو أقالها الملك أو طالب عشرة نواب على الأقل بسحب الثقة عنها قال مسؤول عراقي عسكري إن قوات الجيش أحرزت تقدما واستطاعت تحرير حيي القادسية الأولى والثانية بالرمادي فيما تمكنت الشرطة من صد هجومين لتنظيم الدولة استهدفا مقرها غرب الأنبار هذا وقتل ستة أشخاص وأصيب عشرات آخرون بجروح في قصف صاروخي وتفجيرات في أنحاء متفرقة من العراق ومن جهة أخرى نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تكون الحكومة العراقية قد طلبت من أي دولة إرسال قوات برية للبلاد في إطار الحرب على تنظيم الدولة معتبرا أن نشر مثل هذه القوات سيعتبر عملا معاديا هذا وأعلنت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع إرسال وحدة من القوات الخاصة لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا في حين طلب عضواني من مجلس الشيوخ الأمريكي بإرسال مائة ألف جندي أجنبي وفي أخبارنا المنوعة محو صورة مهيرة للجدل لرئيس الوزراء الهندي قامت الحكومة الهندية بمحو صورة فوتوغرافية لرئيس وزرائها من على موقعها الرسمي أثناء تفقده لأثار الفيضانات الكبيرة التي اجتاحت البلاد من طائرة مروحية وذلك بسبب إخضاع الصورة لمعالجة فنية لتبدو أفضل من الحقيقة من جهته عبر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء عن أسفه لحصول هذا الأمر مؤكدا أن الحكومة لن تسمح لأي شخص بتزييف الحقائق ولن تتسامح مع منفذيه هذا واستخدم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نفس طريقة المعالجة ونشروا صورا ساخرة طهر بإحداها رئيس الحكومة وهو ينظر من نافذة المروحية إلى كوكب الأرض وفي الأخرى إلى القمر وفي نهاية حصدنا هذا تذكير بأهم العنوين مجازر عديدة للعدوان الروسي في أنحاء سوريا ومعظم الضحايا في ريفي دمشق وحمص شهداء وجرحى بقصف للطيران الروسي على قافلة وقود بريف حلب الشمالي والثوار يعلنون مقتل ضابط إيراني بمعارك الريف الجنوبي اشتشهاد أربعة أطفال عقب قصف مكثف على قرى وبلدات درعا داود دغلو يقول لن نقدم اعتذارا لأحد على حماية حدودنا مجلس النواب الألماني يوافق على المشاركة في الحرب على تنظيم الدولة في سوريا مشاهدين تابعوا آخر التطورات على موقع القناة جسر تيفي دوت كوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر من قناة الجسر الفضائية قدمنا لكم حصادنا الإخباري لهذا اليوم دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة